مستمر معكم في موبايلات سعرها مبلغ فيها جدا ولا تستحق الشراء ورأيي لو انت اشتريت اي موبايل فيهم مش هزعلك اه? ولكن مش هتحس انك واخرت قيمة مقابل للفلوس اللي انت بتدفعها. اكيد مش محتاج اقول لك لو في اي مكان قدامك في المكان اللي انت قاعد فيه بيبيع موبايلات باسعار مبلغ فيها او اي موبايل قدامك سعر مبلغ فيه انزل تحت الفيديو في كومنت وكتب لي واكيد طبعا ما تساش لايكك سبسكرايبك وادفعنا الجراش اللي وصل لك منه دايما كل جديد. اما دلوقتي خلاهت وشوفت اوصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قناة واول موبايل هو الواوي نوفا واي ناينتين نسكة تمانية مئة تمانية وعشرين سعرها دلوقتي تمانية ستمية. الموبايل مبدئيا ما فوش خدمات جوجل. ودي حاجة انا بالنسبة لي ممكن تعاكني وتعاكني ناس كتيرة جدا بتعتمد على خدمات جوجل. او لو انت عسيدة ملكش بخدمات جوجل ومستعد ان انت عادي تتعايش بدونها. فقدر اقول لك ان الموبايل ما بيقدم لكش مواصفات قوية انت عندك موبايل بس تسعين مع مع معالج ستمية وتمانين كل ده بتمنتلاف وستمائة جنيه. طب ما انت ممكن تجيب او او حتى تجيب او تمانية وسبعين اللي بنفس المعالج اول لكن بيقدم شاشة امل تسعين حتى سرعة الشاحن مش اعلى سرعة ممكن تسمع هنا اربعين واط في الواوي ولكن بنسبة ريه لاني اوبو فهم وحوش السرعات هنا سبعة وستين واط. فانا رأيي اي موبايل من الموبايلات اللي انا زكرتها ده يكون احسن بكتير. اما بالنسبة للموبايل اللي بعد كده هو سعر الموبايل تسع ربعمائة وخمسين ولكن انت تخيل انه بيقدم معالج جي تمانية وتمانين مع شاشها تسعين هرتز فل اتش تي بلاس. وشاحن اتنين وعشرين ونص واط وبطارية خمس تلاف ميلا امبير. فايعقل ان انت ممكن تدفع تسعة تلاف وربعمين جنيه في الموبايل بالمواصفات دي. ده انا ممكن اقول لك ادفع تامان تلاف وترون مية وهاتل سامسونج اي خمسة وعشرين بيقدم مواصفات ضعف المواصفات بتاعة الموبايل ده. زاد ان يبادم تصوير فيديو فور كيما بيقدمهاش اصلا الاونر الاونر اخره تلاتين فرين في السانية. برضو ده موبايل من وجهة نظر اللي لا يستحق الشرع. اما بالنسبة للموبايل اللي بعد كده هو النسخة التمانية متين ستة وخمسين سعرها ستتاشر الف وتمنمية. ولا ما عنديش اي اعتراض عن الموبايل تماما ولكن لما لاقي الجديد اللي بعده اللي بيقدم مواصفات احلى وشيشة احدث وهكذا. وكمان كاميرا اداء افضل بيتباع بخمستاشر سبعمية ولا الاونر اكس ناين اي. لسه فيه الناس بتعرضوا بستتاشرة تمامية فاكيد هنا في حاجة غلط. وخصوصا ان كمان الاونر اكس ناين بي بيقدم اتناشر متين ستة وخمسين مش تمانية زي الاونر اكس ناين اي. فبرضو خد بالك من الموبايل ده. اما بالنسبة للموبايل بعد كده هو الاونر ناين تي سعره واحد وعشرين الف تسعمية وخمسين. وطبعا الموبايل ده لا استحق الشراء موبايل محترم وكل حاجة وكانت تجربت معاه ممتازة وقتا ما نزل. ولكن الموبايل القديم. فيه موبايلات دلوقتي في السعرية دي جبارة زي السامسونجست وانت سريف ايه. زي كمان ممكن تتدور على لو لقيته قدامك. فيه عندك كمان موبايلات من شاومي قوية. فيه موبايلات من ريلمي قوية. فما فيش اي منافسة للموبايل ده مع الموبايلات الموجودة في الفئة السعرية بتاعته حاليا. فهو موبايل سعره بولغ فيه سانيا قديم. ورأيي بلاش تشتريه يشتري اي موبايل تاني قدامك الشركات الباية. اما بالنسبة للموبايل بعد كده هو الريلمي سي تلاتة وخمسين. النسخة ستة مات امانية وعشرين جيجا. سعره ستتلاف ستمية. انا حابب اقول لك ان الموبايل ده مش بيقدم حاجة مو ميزة. ده حتى المعالج اللي فيه يليق على فقط خمس تلاف جنيه. لكن فقط ستتلاف جنيه لأ زاد ان سعره اصلا مبالغ فيه. ده مش السعر الحقيقي بتاعه. الموبايل اتكلم له في اخر فقط خمس تلاف جنيه. لكن فقط ستتلاف ستمية والنسخة الاربعة منه. فرق بس اتنين جيجا بايت رامو بتجيبها بخمس تلاف وخمسين فكده السعر مبالغ فيه. خد بالك. ما تشتريش الموبايل ده. ولو عايز حاجة فقط ستلاف جنيه فعندك سبعة وستين او خمسة وخمسين زود شوية واشتري اي موبايل في يوم. اما بالنسبة للموبايل بعد كده اول واوي موبايل سعره تمنتلاف جنيه وبيقال انه على عرض ولكن الموبايل بشاشة مع مع معالج ستمية وتمانين ومعاك شاحن اربعين واط وبطارية خمس تلاف ميلا امبير. في الفاس سعرية بتاع تمنتلاف جنيه صعب قوي. ده انا ممكن اقول لك السامسون جيه خمستاشر بستة ستمية وخمسين. الستة ميتمية وعشرين يتفوق عليه بكتير في اوبو اي تمانية وسبعين. فعندك كمان الريلم اليفن. صدقني فيه موبايلات كتير تستحق كزاك كمان ان الواوي لا يدعم خدمات جوجل لو قررت انك تشتريه لازم تكون عارف النقطة دي. اما بالنسبة للموبايل بعد كده هو اي تمنتاشر سعره خمس تلاف تمامية وعايز اقول لك ان الموبايل مش وحش ولكن ده من السعر الحقيقي. سعر الموبايل الحقيقي خمس تلاف وربعمائة جنيه لان بو خمس تلاف وتمنمية هو اي تمانية وتلاتين من اوبو وده احسن وارقة وسرعة الشحن بتاعه تلاتة وتلاتين واط على عكس الاي تمنتاشر لسراعته تمنتاشر واطف خد بالك ده موبايل من وجهة نظر يسيبك منه هاتي تمانية وتلاتين من اوبو هو اللي يستحق. اما بالنسبة للموبايل بعد كده هو رليل ميسي واحد وخمسين النسخة اللي اربعمائة تمانية وعشرين جيجا بيكتب انها بخمس تلاف وسبعمائة وضع عرض. لأ النسخة سعرها خمس تلاف وخمسين جنيه وممكن توصل لخمس تلاف جنيه كمان. هحاول اسيب لك اللين كده حتى في ما تشتريش الموبايل ده باكتر من خمس تلاف ومية جنيه عشان ما تحسش انك دفع فيلوس كتير على الفاظ. اما بالنسبة لاخر موبايلين في واحد من سامسونج والتاني من شاومي وخلا نبدأ بسامسونج لسامسونج ام تلاتة وتلاتين. موبايل نازل بقلو سنتين من سامسونج. سعره دلوقتي موجود بتمان تلاف جنيه. رأي ان الله يستحق الشراء لانك لو زودت تمنمية جنيه نجيب الاي خمسة وعشرين بيقدم مواصفات اقوى بكتير. لان الموبايل ده بيقدم شاشة اي باس مية وعشرين وانا ما برشحش لاي احد ان يجب موبايل بشاشة حتى لو مية وعشرين في الفئة بتاعك تمان تلاف جنيه هنا لازم شاشة مع معالج محترم. فهو الموبايل معالج محترم ولكن الشاشة بالنسبة لي مش احسن حاجة الصراحة. فاخد بالك من الموبايل ده هاتل اي خمسة وعشرين هيكون احسن بالنسبة لك. واخيرا طبعا النسخة تمانية مية تمانية وعشرين جيجا لسعرات تمنتلاف ومتين جنيه حرفيا. وانا شايف ان السعر ده كتير لانك لو زودت تلتمية جنيه بس هتجيب النسخة تمانية مية تمانية وعشرين لو انت غاو شاومي. ولو مش غاو شاومي فعندك فعندك الوبوية تمانية وسبعين عندك السامسونجي خمستاشر. انا شاف ان كل دول من وجهة نظرة بيقدموا اداء ونتائج صور وكل حاجة افضل من فلو انت حبيب شاومي خليك في وبلاش لانه موبايل قديم سنة. وبس كده وبكده نكون وصل لقية الفيديو واكد ما تساش لايكك سبسكرايبك ارائيه وتفعل الجراشين ونصلكم النادي بكل جديد وكالعدة تزربني فيديو جديد. سلام.